أنا نفسي مرة واحدة مشكلة حقيقية تواجه البلد دي تحل دون زعيق وشتيمة الاتحاد الدولي للمحاماة في كل دول العالم كل مكاتب العالم الزعيق والسويت وهنتهمهم دون أن يكون لدينا منهجية سليمة في كيفية التعامل مع الموقف ما هي إلا أضغاص أحلام وتصفيق عشان نتسقفلنا جوالبلد وزي ما بنقول كده احنا بنكلم بعض عارف حضرتك بره في حلقة ليك عجبتي جيت ردت وولي يا أخواننا احنا بنكلم الشعب والشعب بيكلمنا محدش بيكلم الناس اللي بره دي نفس الشيء فهمنا الآخر منظم عنك الآخر أزكى منك ليه؟ لأنه عارف يزوء الاتحاد الدولي أنه يعمل دي صحيح هو مش لازم يكون الاتحاد الدولي مستأجر ومش لازم يكون مكاتب محاباة مستأجرة هو بس عنده قدرة إنه ينقل كذب منظم وإنت ما عندكش قدرة إنك تنقل صدق حقيقي لأنك بتفركشه الموضوع محتاج أنا يعني اعتذاري للجميع أنا لقوا هاجم أحب ولكن يا فنان لا حالك هنا بتدعو للعمل المنهاج العلمي بالضبط أنا راجل عندي مكاتب بره فاهم بويه الكلام ده نتيجة الرد الردود اللي إحنا بنعملها دي لن تؤدي إلى نتيجة بالعكس بالعكس أولا لو اتبع اتحاد المحامين العرب هنجد في اتحاد المحامين العرب في قطر وهتجد في اتحاد المحامين العرب في بعض الدول في السودان في بعض الدول اتحاد المحامين السودانيين اللي نجح فيه خواندي انت بتتكلم بزاوية ستجد إن احنا هنعمل كده عاملة زي حاجة حصلت قريب والنتيجة التانيين ماشيين في طريقهم سليم 100% وإحنا ماشيين بندور على لا لا التعامل العشوائي ممكن يخسرنا زيادة يخسرنا وده اللي هيحصل